استعرضت وزارة الخارجية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة أرينا خلال فعالية أقيمت على هامش مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ التحول الذي يشهده سوق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التأكيد على دور التكنولوجيا كأداة فعالة لدعم الجهود المتنامية في المنطقة للتصدي لتغيير المناخ وضمت الفعالية التي تم عقدها تحت عنوان الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط ممثلين عن أهم شركات تطوير المشاريع وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الوكالة وكبار المسؤولين الحكوميين حيث كشف المشاركون عن آخر مستجدات التكلفة وعمليات البناء في مجال الطاقة المتجددة والتي تظهر مدى التوسع الذي يشهد هذا القطاع في المنطقة على الرغم من خفاض أسعار النفط